النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون رقمية لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 بعد اقراره من مجلس النواب الموازنة العامة لبلدنا وصلت لتريليون وسبعمية اربعة وعشرين مليار وستمية تلاتة وتمانين مليون واثنين وخمسين الف جنيه ارادات الموازنة العامة للدولة ومتعصلاتها من الاقراض ومبيعاته الاصول المالية وغيرها من الاصول قدرت بمبلغ تريليون وتسعة مليار وسبعمية خمسة وتسعين مليون وثمانمية واحد الف جنيه اما اجمالي الاجور وتعويضات العاملين وصلت لامتين وسبعين مليار وتسعة وتمانين مليون وستمية واحد وسبعين الف جنيه اجمالي قيمة الضرائب اللي دخلت الايرادات ايرادات الموازنة العامة للدولة وصلت لحوالي سبعمية وسبعين مليار ومتين تسعة وسبعين مليون وتسعمية ستة وستين الف جنيه دي طبعا اكبر موازنة في تاريخ جمهورية مصر العربية اشتركوا في القناة